نبقى في غزة حيث تحتدم الحرب وهناك أسئلة عديدة تتردد حول من سيحكم القطاع بعد الحرب وكيف سيكون شكل السلطة المستقبلية هناك ومستقبل حماس وأيضا إعادة الأعمار تقرير لشبكة NBC News رجح أن السيناريو الأبرز هو أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع وهذا الأمر تدعمه تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية الذي قال أن التصور الأفضل هو أن تصبح حماس شريكا أصغر لمنظمة التحرير بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تصور آخر نقله تقرير NBC News عن خبراء وهو أن تقوم دول عربية بتمويل الجهود لإعادة بناء غزة على أن تحتفظ قوة حفظ السلام دولية بالإشراف على الأمن خلال الأعمار والإدارة وأيضا في سيناريو الثالث يتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو دول أخرى وهو سيناريو أثاره مشرعون إسرائيليون رغم رفض واشنطن لهذا السيناريو وكافة الدول العربية وبما أن مستقبل غزة ما يزال ضبابيا نقل التقرير عن خبراء قولهم أن التنبؤ بنتائج هذه الحرب يشكل بحد ذاته تحديا كبيرا لأن أهداف إسرائيل لا تزال هي الأخرى غامضة واستبعد خبراء أن تعود إسرائيل للسيطرة على القطع لكنهم رجحوا أن يكون لدى غزة نقاط تفتيش عسكرية لمراقبة حركة البضائع والأشخاص تقرير NBC News نقل أيضا عن مسؤولين إسرائيليين نية تل أبيب في إنشاء منطقة عازلة بافرزون شديد التحصين في شمال غزة ضد أي هجمات مستقبلية وحول كيفية إعادة إعمار غزة ذكر التقرير أنه لا يمكن تحديدها قبل توقف الحرب إذ أن ثلثي سكان القطاع من دون مأوى حاليا وإن توقفت الحرب فإن جهود إعادة الإعمار قد تواجهها القيود الإسرائيلية على الواردات شكرا للمشاهدة